السلام عليكم السلام عليكم ما هي المختلفة بين بارو و لند؟ دعونا نبدأ لند يعني أنت لديك شيء ما ليس لدى الآخرين يعني كلمة لند معناها يقرد أو يعير وده الجانب التعريفي لكلمة بارو و كلمة لند يعني هل ممكن أستعير الكاميرا الخاصة بك؟ يعني هل ممكن تعيرني الكاميرا الخاصة بك؟ إبقى إذا بارو معناها يستعير ولند معناها يعير يعني سارة استعارت سيارتي يعني أنا أعرت سارة سيارتي الفعل بارو معناها يستعير وده فعلي أعتبر فعل منتظم يعني فعل عادي الماضي منه برد يعني استعارة نيجي للفعل الثاني اللي هو اللند اللند معناها يقرد أو يعير وده فعل غير منتظم يعني فعل شاذ الماضي منه لند لند معناها أقرد أو أعر في زمن الماضي على بارو وعلى لند في زمن الماضي يعني عمي استعار درجتي يعني أنا أعرت درجتي يبقى خلاصة الكلام معنى الفعل بارو معناه يستعير أما معنى الفعل لند فمعناه يقرد أو يعير شيء آخر عندنا الفعل بارو دائما يأتي بعدي اسم غير عاقل أو ضمير مفعول غير عاقل أما الفعل لند فيأتي بعدي اسم عاقل أو ضمير مفعول عاقل وبكده يبقى ننتهينا نتوضيح الاختلاف ما بين الفعل بارو والفعل لند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم